بالمناسبة عايزاك تكلمنا عن الدور الداعم كمان اللي بيقدمه السيد الرئيس وبتقدمه رئاسة الجمهورية لهذا الحوار ايش فقدك هو الرئيس الجمهورية الحقيقة مش دعم الحوار هو الفكرة نشأت من هزي المبادرة وعشان برضو نبقى صراحاء اي دعوة لحوار من هزا النوع بهزا المستوى بهزا الحضور بهزي الاسقف غير موجودة ما كانش حد يقدر يجيله ده الرئيس الجمهورية خالص ممكن يكون كلنا كان عندنا رغبات او نفسنا او غيره اي ان كان مستوانا لكن انه رئيس الجمهورية يقول انا بدعوا لحوار وطني شامل حول ولاية العمل الوطني في مرحلة الرهنة وبدعوا كل القوة دي ويقول من الحاقا بيها ان احنا هذا الاصلاح السياسي تأخر او يعني ما كان يجيش في معاده هذا امر الحقيقة كان اشارة البدء لشيء حصل انا بشهد قدام ربنا انه ما في حد قال ايه اتناقش او ايه اتناقش وبرضه بمناسبة الاعلامية عشان نوضع حاجات لانه هما ده قالوا في الاول الحوار ابن يبدأ وساعتي يعني يتكلموا فيه وهم يتكلموا على انه فيه ثلاث قضايا احنا قلنا انه هما مش هيتناقشوا في الحوار وانا حقولهم مين اللي قال اولا وهذا امر يعني بني ربنا مش حقسم على هواقل على حاجة ما في حد قال ايه اتناقش واتناقش مجلس الاماناء قعدنا فاول اجتماع لينا ومجلس الاماناء ده في حينه كان واحد وعشرين شخص بيمثلوا رضاء تام بين كل الفرقاء السياسيين في مصر وكلهم وفقوا علي حقولوا مش مش من حد واحد ان احنا قلنا احنا لن نقترب من الدستور دستور البلد موجود ومقر باستفتاءين عمين الدستور يا جماعة عشان يبقى دستور لازم يعني عملية طويلة لكن تنتهي بايه باستفتاء عاما نعم يعني الشعب مش احنا وبالتالي قلنا الدستور هو الحكم لانه قاعدة الشرعية فاهمش تنقرب منه طبعا النهاردة باحد الحاجات تبقال لو احنا تخيله بقى لو قلنا لا ده احنا هنحاول نختار نقترح تعادلات في الدستور كان ذهبت الافكار اياها للا اي حيط هادت تتخيلها انما احنا قلنا لا الدستور لو طريق للتعديل مش من الحوار الوطني الدستور يعدل حسب الدستور نفسه بطريقة معينة بيقوم فيها مجلس النواب او رئيس الجمهورية والاستفتاء الشعبي وبالتالي مفيش مجال اصلا تنظيمي او دستور لي تغيير الدستور غير الطريقة دي نهيك عن السياسي احنا مش هنخط اي 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 الحوار الوطني في موضع انه اللازي يعني بيحاول يغير الدستور لاي اسباب ما نملوكش هذا اولا مش هنعمل ده فأجمع الواحد وعشرين زميل وزميل زميلة وزميل على استبعاد طيب ايه تاني يا جماعة قلنا او قال طيب ايه رأيكو في قضايا السياسة الخارجية المصرية شايفينها ازاي هل قضايا السياسة الخارجية المصرية تتطرح على المائدة ونتم المنخشة فيها وفي تفاصيلها وإلخ كان الاجماع ايضا على انه اهداف السياسة الخارجية المصرية غير مختلفة حولها ما بين كل الفرقاء الابرزها طبعا هو استقلال البلد ده وانه يبقى سيد قراره ويبني مصالح وتنوع المصالح وإلخ 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 طيب وبناء على احنا مش شايفينه ملاحظات كبيرة تستحق المناقشة في السياسة الخارجية المصرية هو بالتالي هي خارج الحوار ده مش قرارات تاني بقول من حد والله طب القضية الثالثة ايه الامن القومي الاستراتيجي المصري بالمعنى شبه العسكري احنا مش هناعمل زي يعني اللي عمل ويام سد النهضة وقاعدوا يتناقشوا على الهوى يعني ما يفعش انه نناقش شؤون الاستراتيجية والأمم مرتعملش ده حتى في الوقت المتحدة الأمريكية بمناسبة عشان الناس تبقى فاهمها لبقى فيه جلسة استماع تتعلق بحاجة استراتيجية من قومي بقى مغلقة طبعا لقى تماما محدش بيحضرها وتبقى جلسة مغلقة او جلسة يعني غير مذاعة غير مذاعة ولا حتى منشور عنها وبالتالي الاجمع الواحد وعشرين شخص وانا بقول للاخوان انتو عارفين اسماء اهو عايزكم بقى تشتموه قربوا بقى عارفين الاسماء موجود اقول ايهو الصور موجودة لو حد من دول انتو شايفين انه هو يعني خانة الامانة وهو اللي تواطأ معه عشان يطلق ده انا قولكم الاجمع وده صدر عن مجلس الامة ده طيب ايه الشيء اللي بعده اللي برضو هما وقلناه هنا قبل كده وبنقوله تاني وبنأكد عليه يقولك لا طب ازاي حوار وطن يا جماعة وانتو ومعارضة زي الاخوان ما يشاركوش يا سيدي الاخوان مصنفين قضائيا كجماعة ارهابي مفيش دول بتتفاوض وتتحاور وتعمل الحوار الوطني مع ارهابي ده محيث المبدأ وكاوتاني بقول الذي بدأ واعلن وجاهر وعمل ده في بيانه بانه يستبعد الاخوان من الحوار الوطني قبل اجتماع مجلس الامناء كان اشققنا واتذققنا فيه الحركة المدنية المصرية بيانهم كان كده استبعاد من تلوسل فيه وخصصوا قال وجماعة الاخوان قبل ما نعرض مجلس الامناء بيان موجود اللي عايز يشوفه كان اظن يوم اربعة ايه ثلاثة يليو حاجة كده طيب وقلنا اضافنا اليهم شيء طبيعي تاني مش بس الاخوان المصنفين ارهابية اي شخص ارتكب عنفا او شارك فيه او حرض عليه وارخ دم طيب ده ده تارى كلامنا او كلام حتى مجلس الامناء ده ده كلام قانون العقوبات منذ القاتل او المحرض او الشريط مكانه في السجن يعني مش مكانه بالتأكيد على ما ادت حوار ده قانون العقوب مش احنا خالص طيب ايه الشيء الاخير اللي برضو مجلس ومالا اجمع عليه طيب ازي كان احنا قولنا مش هنقرب من الدستور طيب اللي رافض الدستور يشتقيك في الحوار يعمل ايه الدستور هو عبارة عن ايه الدستور اي دولة هو اساس شرعية يعني هل نتخيل مثلا في دولة زي فرنسا او دولة زي امريكا اللي مفيهم دستير يعني او او ايطاليا بنجلترا مفهاش ودول اخرى مفهاش هل انو يجي يقول انا مش موافع على دستور الجمهورية الخامسة دي في فرنسا وانا بندعو الى فرنسا الملكية ترجع ايه زي ما كان لويسي السادس عشر ومالي انتونيت يا عم ما ما تلزمناش شو هيعملها انت كمية حلمك في بيتك لكن مش هتقع مع الدولة الاي مع الدستور او مع المواطنين دولة 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 دلو محا وانت مقلب عليه وانت مقلب عليه وانت مقلب عليه صحح حضوط الحمراء دي وضعها المتحاورون انتو مش متحاورين واحد منهم والله يقع على الهواء قال ده واحد مني يعني مشاهرهم قال طب انا هوا بنفسه انا هوا على الهواء انا ما ارتكبتش عنف ومش متهم في قضايا عنف وموافق على الدستور ما تدعيني يا فلان مجاكل اللي انا بقول له هو تعال هو عارف نفسه تعال اركب الطائرة وتعال وانت معانا في الحور الوطني وما بيطلع كل يوم يتكلم انا بقوله تعال يلا انا بقول لكم مدام انت شايف اللي ده متطابق عليكم وقل انا شايف انه ملاحقة قضائية ليك في مصر وموافق على الدستور انا بس خايف كلј موافق على الدستوري اتزعل اللي انت تشتغل عنده واتزعل التاني اللي عاد جنبك هم 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 هما ما خدوش بالهم بس انا خدت بالي فانا بقول لكم تفضل حضرتك بتضع عضلاتي في موقف حرج للغاية يتفضل لأنه إذا ده حصل بالفعل يبقى هو في المكان الغلط من الأساس يعني يعني مظبوط يبقى هو بيعمل إيه معاهم مظبوط إذا كان هو موافع الدستور وإذا كان هو ضد العنف يبقى ماذا يفعل مع هذه الجماعة الإرهابية وفي قنواتها أهلا بك بس أرقوك تعلن ده أو بلاش تعلنه تعالى باستخبع عشان ما تزعلش اللي انت شغال معاه اللي انت يعني شغالي مع بعض كل المطلوب بس الناس يبقى لها موقف حقيقي صحيح طيب يعني 113 قضية تقريباً بيتم منقشتها خلال الحوار الوطني إزاي بيتحددوا الأولويات يا أستاذ ديال لا بص عددك هو إحنا عندنا طبعا السادة مقارنين الأموم اللجان ومقارنين الأموم المساعدين معاهم كل واحد عنده في محوره بعدد من اللجان محور السياسي خمسة المجتمعي ستة الاقتصادي تمانية هما بيعودوا مع بعض وإحنا حددك دي الأليه بتتم إحنا عندنا مجموعات جروب على الواتس أب لكل المحور ولسادة مقارنين الأموم وإحنا معاهم فطول الوقت بنتداول معاهم ومجلس الأملاء لا يفعل إلا أنه هو في الآخر يشوف الاتجاه مثلا محور الاقتصادي إيه القضيتين أو الثلاثة اللي حينيشهم الأسبوع اللي جاي ويعمل بينهم توازن ما بين الأقل يعني فيه حاجة بتبقى مهمة أوي في حاجات الناس يعني مثل ما أقل فبيبقى جزء من مش ما يحطش كل الحاجات بهمة للناس هتحضر يعني لا عايزة تحضر فده بيراعة لكن القرار الرئيسي بيبقى للمقارير عموم المحاور ومساعديهم ومقارير عموم اللي جان ومعاهم مجلس الأمناء وده كل مرة الحقيقة ما اختلفناش ولا مرة خمسين جلسة تموا حتى اللحظة لم يحدث اختلاف واحد وان شاء الله هنكمل بدون برضو اختلاف بلد توافق بإذن الله يعني هل اتضح احتمالية وجود سقف للمدة زمانية للحوار ولا إلى الآن يعني لا يوجد هناك مدة زمانية والله لمصارحك لأ لأن احنا سقفنا هو انهاء الغالبية الصحيخة اللي يمكن كل الموضوعات احنا جرينا مش جرينا بمعنى يعني سلقنا او يعني كرويتنا للشغل لا 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 بمعنى ان كان فيه شغل في الجلسات كان بتستمر خمس ساعات فعملنا عدد كبير على فكرة من القضايا وفيه لجان اغلقت يعني فيه لجان خلصت خلصت قفلت يعني مثال قدي حضرك مثلا لجنة مباشرة حوية سياسية وتمسيل النياجة خلص ما عندهش قضايا تانية خلصت شغلاك وكله خلص لجنة المحليات خلصت في لجنة الحزاب السياسية خلصت ده تلاتة في المعور السياسي من خمس لجان في المحاول الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعي كزالي فبالتالي احنا حنخلص امتى هو زي بقولوا كده يعني ايه حنخلص امتى الشغلانة اللي في قديم اه تخلص امتى بقى اه ده وراحن بصبرنا مش احنا كما كمجلس امتى صبرين احنا المتحورين كمشاركين في الحاول مشاركين واصرارنا ان احنا يعني ننجز مهمتنا وانا رأي ان احنا يعني مش بعيد قوي عن اه يعني النهاية ترجمة نانسي قنقر